إيران توعدت إسرائيل بموجة ثانية من الضربات الصاروخية وأكدت بأن هذا الهجوم وهذه الموجة من الصواريخ إذا ما بدأت فالناس ستكون مختلفة تماما عما شهدناه الشهر الماضي هذه التفاصيل جاءت بشكل عالني ورسمي من قبل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي وقائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاد في الـ 24 ساعة الماضية هذه التصريحات نشرت على وكالة تسنيم وبرس تيفي الإيرانيتين هذه التفاصيل التي جاءت من هذه القيادات المهمة أكدت بأن إيران استخدمت 20% فقط من تحضيرها للهجوم على إسرائيل وبأنها لم تكشف عن جميع قدراتها الصاروخية وطائراتها المسيرة هناك كثير من التقنيات المتقدمة لم تكشف عنها إيران لأن إيران لو استخدمت كل تقنياتها الأمر سيكون مفيدا بالنسبة للغرب والغرب سيطلع على كل قدرات إيران لكي يتمكن من التصدي لها بشكل أفضل في المستقبل وهذا يعني أنهم استخدموا النسخ القديمة من صواريخهم ومن طائراتهم المسيرة في هذا الهجوم بينما الجانب الآخر استخدم منظومة دفاعية كاملة بجغرافيا كبيرة ممتدة من البحر المتوسط والبحر الأحمر وصولا إلى العراق طائرات الحربية الأمريكية مع البريطانية مع الفرنسية كانت تحلق فوق الأجواء السورية وكذلك فوق الأجواء العراقية من أجل التصدي تحديدا الطائرات الأمريكية فوق الأجواء العراقية للتصدي لهذا الهجوم بالإضافة أيضا إلى طائرات الإسرائيلية والمنظومات الدفاعية من منظومات الباتريوت والقبة الحديدية وحتى المدمرات في البحر المتوسط والبحر الأحمر كانت حاضرة أما المملكة الأردنية الهاشمية فهي تأتي جغرافيا وسط هذه المعمعة وسط هذا الصراع وبالنسبة لها هي مسألة سيادة ولكنها جغرافيا تقف كعائق على الطرفين ووقفت كعائق على هذا الهجوم الإيراني تحديدا بالتالي مساحة كبيرة هنا تستخدم منظومة دفاعية كاملة والغرب استخدم كل قدراته بحسب هذه التصريحات من هذه القيادات في الحرسة الثورية الإيرانية استخدموا كل قدراتهم وطاقتهم في مواجهة 20% فقط من هذا الهجوم وبنسخ قديمة وليست حديثة كما تحدثنا من الصواريخ ومن الطائرات المسيرة وفي نهاية المطاف تمكنوا من إصابة قاعدة نيفاتم الإسرائيلية التي تعتبر نقطة لطائرات الـ F-35 الشبح وهذه القاعدة طبعا هي مرشحة أن تلعب أدوارا مستقبلية في ضرب المفاعلات النووية الإيرانية ما تحدث عنه حسين سلامي تحديدا قائد الحرسة الثورية الإيراني هنا قال بأن إذا ما بدأت الموجة الثانية من الضربات الصاروخية فهي ستختلف تماما وبأنها ستقلل من قدرة هذه المنظومة الدفاعية الكاملة التي نراها هنا بنسبة 50% بمعنى آخر بأن إيران ستزداد دقتها بهذه الموجة الثانية بنسبة 50% أي أن الإصابات ستكون دقيقة وخطيرة للغاية على العمق الإسرائيلي وهذا أيضا يعني من جهة أخرى سيكون هناك عددا أكبر من طائرات المسيرة والصواريخ تستخدم في هذا الهجوم الثاني وكذلك بأنهم سيستخدمون أيضا أكثر وصواريخ أكثر تطورا وطائرات مسيرة أكثر تطورا من التي استخدمت في الهجوم الأول وهذا الأمر قد يكون ممكن جدا بالنسبة للجانب الإيراني في ضرب إسرائيل وتحقيق مثل هذه النجاحات خاصة وأنهم يمتركون صواريخ الفرد صوت تحديدا التي يعتقد بأن إيران استفادت من روسيا كثيرا في هذه المسألة مع تقاربها مع روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية رغم أن كانت هناك مصادر تحدثت بأن إيران استخدمت في هذا الهجوم الصواريخ الفرد صوت على إسرائيل إلا أن حتى هذه لحظة ليست هناك أدلة على الأرض تؤكد هذا الأمر بشكل أكيد بالتالي الجانب الإيراني كان حذرا في الهجوم الذي نفذوه طبعا الأول والهجوم الثاني قد يعني مشاركة مثل هذه الصواريخ إذا ما دخلنا بهذا السيناريو في ظل تغير للقواعد وهجمات المباشرات بين الطرفين كذلك في نفس الوقت أيضا أن المنظومات الدفاعية لم تكن حاضرة بهذا الشكل الكبير في التصدي 99% من الصواريخ والطائرات المسيرة تم التصدي لها نعم ولكن الآن ما كشف بأن مدمرتين أمريكيتين استخدمتا نظاما دفاعيا للمرة الأولى ولم يكن ناجحا 100% في التصدي للصواريخ الباليستية تحديدا لم تكن هناك مشكلة في التصدي لصواريخ الكروز والطائرات المسيرة لكن الصواريخ الباليستية الإيرانية كانت هناك مشكلة في التصدي لها على سبيل المثال الناشنال انترست يوم أمس كانت قد كشفت بأن ولايات المتحدة الأمريكية استخدمت المدمرة يو اس اس آرلي بيرك وكذلك يو اس اس كارني في هذا التصدي للهجوم الإيراني وبأن المنظومة التي استخدمت اس ام ثري للمرة الأولى تستخدم هذه المنظومة المتخصصة في استياد الصواريخ الباليستية البعيدة المدى والمتوسطة المدى ولكن المشكلة أن هذه المنظومة من ثمانية صواريخ الباليستية تمكنت من اسقاط صاروخين فقط أي بمعنى آخر أن هذه المنظومة فشلت أمام هذه الصواريخ الباليستية الإيرانية وتحدثت حتى الإسرائيل ناشنال نيوز والإسرائيل ريدار بأن 25% فقط من نسبة النجاح للمنظومة الأمريكية الجديدة والمتطورة للغاية تمكنت من اسقاط الصواريخ ب25% أي صاروخين من الثمانية صواريخ وإسرائيل تمكنت من اسقاط الصاروخ الثالث وهذا هو الذي جعل إيران أن تتمكن من إصابة قاعدة نيفاتم بخمسة صواريخ بالتالي هناك فشل للمنظومة الأمريكية أيضا في مسألة التصدي 100% لهذا الهجوم الإيراني لا بل أن إيران استضافت قناة الـ CNN الأمريكية في الداخل الإيراني ذهب مراسل الـ CNN مؤخرا وإلتقى بعناصر من الحرسة الثورية الإيرانية صدق أو لا تصدق استعرضت فيه إيران الصواريخ والإمكانيات التي استخدمت ضد إسرائيل وأوضحوا تماما بأن الصواريخ كانت من النسخ القديمة المعروفة ولا زال بجعبة إيران الكثير من الصواريخ والإمكانيات التي من الممكن أن تؤدي إلى أضرار أكبر بكثير مما تم في السابق وهذه الضربة هي رسالة تحذيرية ورد اعتبار طبعا واضح من قبل الجانب الإيراني وبالتالي هذا اللقاء يعتبر غير مسبوق أبدا أن ترى عنصرا أو فريقا من الـ CNN يذهب ويلتقي بالحرس الثوري الإيراني بهذا الشكل ويستعرضون لهم الصواريخ التي استخدمت على إسرائيل وعلى هذا الأساس ذكر حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني الآتي إذا بدأت الموجة الثانية من الهجمات فإن كفاءة هذا النظام الدفاعي المتكامل يقصد النظام الغربي والإسرائيلي وغيره ستنخفض بنسبة 50% على الأقل وهنا بالنسبة لإيران تقول بأنكم إن قمتم باستهدافنا واستفزازنا كما فعلتم مع القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق فإن الموجة الثانية ستكون مختلفة وأخطر وأكبر ولكن يجب أن ننتبه بأن إسرائيل استهدفت فعلا العمق الإيراني وبشكل مباشر والإيكونومست كانت قد أكدت ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية رادارا لمنظومة الأس 300 في قاعدة أصفهان العسكرية إلى جنوب مفاعل نتانس ضربت والإيكونومست أكدت بأن هذه الضربة غطت عليها إيران غيرت بطاريات الأس 300 وجلبت منظومة أو رادارا احتياطيا لهذه المنطقة وابتعدوا تماما عن أي تصريحات ولم يؤكدوا أي شيء ما تحدثوا عنه هي طائرات مسيرة وقاموا بسقاطها وطبعا مثل هذه الهجمات إيران تعلم بأنها توعدت ويجب أن ترود ولكنها غطت على المسألة مع ذلك إسرائيل يبدو بأنها تستغل هذه المسألة وهناك أحداث غامضة تجري في الداخل الإيراني ممكن لو كشف بأن إسرائيل تكون خلفها ممكن أن نرى إيران تندفع مباشرة لمهاجمة إسرائيل مع تغير الوضع وقواعد الاشتباك فعلى سبيل المثال في اليومين الماضيين تحديدا يوم أمس كانت هناك بعض المصادر والأوساط الإيرانية مثل أنصاف كما تلاحظون هنا تحدثت عن أن هناك فجارا كبيرا جاء إلى غربي طهران والحديث هنا هذه هي طهران والمنطقة التي تحدثوا عنها هي كرامديرا هنا تحديدا في هذه النقطة التي تفصل والتي تأتي بين طهران وبين كراج أن هناك انفجارا سمع من قبل المواطنين الموجودين في هذه المنطقة أو في المناطق القريبة منها وإذا ما اقتربنا من هذه المنطقة مع التدقيق بالقمر الصناعي تقريبا إلى شمال شرق هذه المنطقة تأتي هذه النقطة تحديدا هذه الصورة من القمر الصناعي هي تعود إلى مايو من عام 2023 أي العام الماضي المثير أن شكل هذه المنطقة تغير مع نهاية وبداية العام الحالي نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وستلاحظ أنت هنا بأننا أمام ثلاث مباني بيضاء وكذلك مباني باللون الأزرق وهنا طريق واضح جدا وليس هناك شيء الكثير هنا ولكن مع تحديث الصورة إذا ما ذهبنا إلى السادس والعشرين من أبريل الماضي على سبيل المثال سترى أن هناك مباني جديدة قد وجدت في هذه المنطقة لاحظ هذه نفس المنطقة ثلاثة مباني بيضاء والمباني باللون الأزرق وهذه هي الصورة القادمة من القمر الصناعي وكل هذه المباني هي جديدة وواضحة وبناؤها كان واضحا حتى هذا المبنى باللون الأبيض هناك تغير في لون إحدى المباني من ما يوضح أن هناك انفجار أو شيء ما قد حدث في إحدى هذه المباني تحديدا بين هذه المباني الأربعة لنقترب منها قليلا وهذه هي المباني ولاحظ أن هذا المبنى في السادس والعشرين من أبريل وآخر تحديث للقمر الصناعي يوم أمس الأول من مايو لاحظ ما الذي جرى في هذا المبنى تغير باللون واضح هنا بهذا المبنى مما يوضح أن هناك شيء حدث هنا انفجار أو ضربة معينة غامضة للغاية لا تأكيدات حتى هذه اللحظة لا من الجانب الإيراني ولا من الأوساط الإسرائيلية لكنها قضية غامضة للغاية مع كل ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعض الوسائل الإعلام الإيرانية أن هناك شيء ما قد حدث بالتالي بالابتعاد مرة أخرى لاحظ هنا قبل وهنا بعد واضح جدا بأن هذا المبنى على الأقل هذا المستودع أو المخزن قد دمر كما هو واضح ولكن السؤال هنا هل هذه نقطة عسكرية أم نقطة مدنية هنا النقطة إذا ما دققنا في هذه المنطقة ستلاحظ أولا أن المنطقة التي بنيت عليها هذه المباني هي عبارة عن منطقة للرماية بما يشير إلى أن هذا أولا منطقة عسكرية كذلك إلى شمال غرب النقطة التي أشرنا لها هنا ستلاحظ بأن هناك مداخل في الجبال لاحظ هذا هو المدخل الأول في الجبل كما نلاحظ وأيضا أن هناك مدخلين أيضا هذا هو المدخل الأول إلى الشمال كما نلاحظ هذا هو المدخل الأول وهذا هو المدخل الثاني وهذا يشير بأن هذه عبارة عن قاعدة صاروخية إيرانية لأن عادة القواعد الصاروخية الإيرانية تأتي بهذا الشكل تحت الجبال وأن تكون هناك مداخلا في هذه المنطقة بالإضافة إلى ذلك إلى أن أنصاف التي نشرت هذا الموضوع مع عدد أيضا من الأوساط الإيرانية الأخرى أكدت أن مع الانفجار الذي جرى في هذه المنطقة أدى هذا الأمر إلى انقطاع في التيار الكهربائي في منطقة قدس هنا كما تحدثت أيضا أو تحدث بعض شهود العيان وهذه المنطقة التي نتحدث عنها أيضا لا بد من الانتباه بأنها تبعد ما يقارب 27 كم عن واحدة من أهم المنشآت الموجودة في كرج وهي من منشآت أجهزة الطرد المركزية دعونا نقترب من هذه المنطقة ومن هذا المبنى الذي نوعا ما يعتبر قريبا يعتبر جزءا من هذه المنطقة هذا هو المبنى وكذلك أن هذا المبنى قد استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي وتحديدا هذا المستودع تحديدا الذي ترونه هنا بهذه الجزئية إسرائيل قامت بمهاجمة هذه المنطقة في عام 2021 ولاحظ كيف أن هذه النقطة قد دمرت وفي حينها أثارت الكثير من المشاكل بين إيران والوكانة الدولية للطاقة الذرية وكانت العملية أساسا بالطائرات المسيرة كذلك أن المنطقة التي نتحدث عنها وهي كارنديرا هذه المنطقة ليست غريبة على الانفجارات على سبيل المثال في فبراير والخامس عشر من فبراير من هذا العام كانت هناك أيضا انفجارات غامضة في مواقع للحرس الثورية الإيراني كما تحدث هذا المصدر وكان هناك تصويرا من عدد من شهود العيان الذين أشاروا إلى أن هذا موقع للحرس الثورية الإيراني لا تصريحات أبدا طبعا من الجانب الإيراني أو توضيحات حول ما جرى في هذه النقطة التي صورت من زاوية أخرى لتؤكد أن هناك فعلا شيء ما قد حدث في هذه المنطقة وبالتالي هناك شيء ما يحدث ليس واضحا هل هي إسرائيل هل هو الموسادة الإسرائيلية يستغل عدم الرد الإيراني ويقوم بكل هذه التفجيرات أم لا هذه الأمور طبعا تبقى غامضة من دون أي تصريحات من إيران أو من إسرائيل ولكن في نهاية المطاف واضح جدا أن هناك تغيرا في القمر الصناعي مما يشير إلى أن قد نكون أمام هجوم فعلي قد حدث في هذه المنطقة وإن كان حادثا لتحدقت إيران عن هذه المسألة وقد تعني واحدة من هذه الهجمات بأن إيران تندفع للموجة الثانية التي تتحدث عنها باتجاه إسرائيل ترجمة نانسي قنقر